الخامس الابتدائي موضوعنا هو تكملة حل تماري مساحة المثلث صلنا الى رقم 13 مثلث مساحته 80 سنتيمتر تربيع ارتفاعه 16 ما طول قاعدة المجهول هو القاعدة فالمساحة المثلث كان عطانا هي 80 نصف احنا نزل نصف القاعدة في القاعدة عدنا مجهولة فنخليها سينة ونخليها على متسفان في الارتفاعش قد عندك 16 اكو افتصار بين الاثنين وبين 16 هاي بها واحد هاي بها 8 8 في واحد 8 اش اكو يمي الاثمانية اكو علامة استفهام احنا دائما الرقم اليمي المجهول بس احنا نحطوه نحاول نضعوه بالمقام فانا اجي الاثماني عندك 80 قسم على 8 اشقد انطيك 10 سنتيمتر هاي 10 سنتيمتر هاي قاعدة فانت تكتف سنتيمتر فقط ما تكتف تربيع لان هاي ما مساحة مثلث هاي قاعدة فقط طول قاعدة رقم 14 في تفكير الناقد اراد مهند تغليف لوح خشبي على شكل مثلث طول قاعدته 48 سنتيمتر ارتفاعه 36 سنتيمتر بورقة ملونة مساحتها 100 سنتيمتر تربيع فمهند كان عنده ورقة هاي الورقة مساحة هاي الورقة هي 100 سنتيمتر تربيع هاي مساحة الورقة مهند اراد تغليف مثلث خشبي مثلث خشبي او لوح خشبي هذا اللوح الخشبي على شكل مثلث طبعا بينه قاعدة وبينه ارتفاع قاعدته كان 48 وارتفاعه احنا قلنا العمود النازل من رأس المثلث الى قاعدته هذا يعتبر الارتفاع ارتفاعه كان 36 فهل تكفي هذه الورقة حتى تتغلف لهذا اللوح الخشبي حتى تتغلف اللوح الخشبي بهاي الحال احنا شو راح نعمل احنا نطلع مساحة المثلث من هذا القانون اطلع مساحة المثلث من قانون مساحة المثلث الى هو النصف القاعدة في الارتفاع بعدين يطلع الرقم هذا الرقم اللي يطلع نجي نقارن وبينه وبين المئة اذا طلع اقل من المئة معناته تكفي واذا طلع اكثر من المئة معناته لا تكفي الورقة فبهاي الحالة نجي استحنا نطبق على القانون من وشع الحل نجي ننزل النصف فيه حتى نطلع مساحة المثلث طول القاعدة هي 48 اللي ارتفاعه هو 36 .. tarde o 21 ...Au 48 4semble段 2 만w 24 9osta amun 6 12 12 14 14 12 Add us يعني ينطينا العدد 864 إذا ما قد أصبحت مساحتنا بثلاثة 864 سنتيمتر تربيع منيجي نقارن هذا الرقم 864 مع المئة حتى نرشع تكفي لو ما تكفي الورقة زي منه الأقل المئة لولو 800 اللوحة الخشبي طالع أكبر من الورقة إذن هذا أشو نقول نقول لا تكفي الورقة لتغليف اللوحة الخشبي لتغليف اللوحة الخشبي وبهاكي بنكون إحنا وجدنا الحل إذن تكتبها آخر شيء تكتبها لا تكفي الورقة لتغليف اللوحة الخشبي رقم 15 عندنا تحدي أرض مساحتها 144 متر تربيع ما دام يقلك تربيع إذن الأرض هي عبارة عن مربعة الشكل مساحة الأرض كلها أشقد مساحة الأرض مساحة الأرض هي 144 متر تربيع إحنا نستفاد من مساحة الأرض قطعت منها قطعة مثلثة قطعت منها يعني إحنا جينا قطعنا من هذه المربع قطعة مثلثة الشكل القطعة المثلثة قاعدتها كنعطاك 16 متر وارتفاعه أشقد كنعطاك كنعطاك 6 هو يريد أجد ما تبقى من مساحة الأرض يعني يطلب من عندك هذا هذا الجزء أشقد تبقى من الأرض أشقد بقي يعني هذا الجزء فإحنا من قطعناها لا القطعة هي كانت مربعة قطعناها فبهاي الحالة إحنا إحنا نوجد مساحة الأرض من مساحة الأرض وعندك هال 144 نتنقص المساحة الكلية يعني 144 نتنقص من مساحة المثلث حتى تنطيك أنت الجزء المتبقي فتجي أنت حتى تحل السؤال يسيق بهذا الحل واحد طلع أنت مساحة المثلث تكون نصف في طول القاعدة هو 16 ارتفاعه يكون 6 على 2 بها 1 وهاي بها 8 8 في 6 ينطينا 48 سانتي متر هال 48 هاي طلعناها أشني مساحة مثلث زين أنا غدا طلع الجزء المتبقي فنقول مساحة الجزء المتبقي تساوينا المساحة الكلية للأرض ناقص مساحة المثلث فتكتب مساحة الجزء المتبقي تساوي مساحة الأرض الكلية طبعا يعني كل الأرض ناقص مساحة المثلث اللي أنت طلعت مساحة المثلث في هذه الحالة إذا نجي عندك مساحة الكلية للأرض شقد 144 تنقص منه 48 وتطلع مساحة الجزء المتبقي 4 ناقص 8 ما يسيو هاي سيو 3 هاي سيو 14 14 ناقص 8 ينطينا 6 3 ناقص 4 ما يسيو هاي سيو 10 ونقول 13 ناقص 4 10 شيل مننا 4 ستة ضيف للتعثة ينطيك 9 إذا نصبح العدد 96 ونقول متر هاي شني هاي مساحة الجزء المتبقي نكتب متر تابعة فهكذا نكون وجدنا مساحة الجزء المتبقي لرقم 16 إذا ننتبه على الشكل أجد مساحة الشكل الملون أدناه هو يريد مساحة الشكل الملون يعني يريد هذا الشكل من هو الملون إذا تنتبه عليه المثلث فإذا أنا لازم أطلع مساحة المثلث فأشونا نطلع مساحة المثلث إذا أنتبه أيضا مرة ثانية هذا المثلث سيغو يصب بنصف المستطيل يعني هذا مستطيل وكندخلنا معانا مثلث إذا المثلث سيغو بداخل المستطيل فإذا بهاي الحالة أنا ما أطلع مساحة المثلث إذا ما إحنا نطلع مساحة المستطيل فإحنا نطلع مساحة المستطيل وبعدين نرجع نطلع مساحة المثلث إذا مثل ما أقلنا حتى نوجد مساحة الشكل الملون فأيجي الطالب بعدين ينتبه وقصة أنت ليه يجيط طلعين مساحة المستطيل ما حاجة نطلع مساحة المستطيرة سنة أنا أجي أطلع مساحة المثلث لأنه ما يطلب من عندنا مساحة الجزء المتبقي فاتبه علينا هذا السؤال هو حاول يرسم لك المستطيل لكن أشني بهذه الحالة؟ رح يخربطنا إحنا ما رح نتخربط بهذه الطريقة نقول بما أنه ما يريد مساحة بس الجزء الملون يعني يريد بس المثلث فنجي عندنا المعطيات التي كتبناها بالسؤال نكتب حنا مساحة المثلث مساحة المثلث يش يساوينا نصف في القاعدة في الارتباع يعني أنا بهذه الطريقة ما أطلع مساحة المستطيل حتى ما طلع علينا ليش ما طلعت مساحة المستطيل؟ لأنه ما عايد من عندي مساحة الجزء المتبقي ما يريد هذا الجزء يريد فقط المساحة الجزء الملون ولهذا أصلا أنا ما حاجة أطلع مساحة المستطيل يعني هاي ينتبه عليها مليح نحاول نغلط الطلاب حتى في سبيل إذا ينتبهون أو لا فإذا نجي أنتبه وين القاعدة مع المثلث هاي القاعدة ها تكون هاي القاعدة المثلث لكن وين الارتفاع؟ احنا الارتفاع اعتبرنا العامود النازل من رأس المثلث إلى قاعدته يعني هذا الخط إذا تنتبه علينا مقابل هذا الخط بالضبط فإذا كان هذا ثلاثة سنتيمتر فهذا شقد وحيسي عندك ثلاثة سنتيمتر فإذا نجيحنا سنطبق ننزل نصف في القاعدة شقد القاعدة عشرة في الارتفاع شقد الارتفاع ثلاثة أو اختصار على اثنين بيها واحد وهي بيها خمسة خمسة في ثلاثة نطينة خمسة سنتيمتر تربيع ها هي مساحة المثلث رقم سوعة عش حساب ذهني احسب ذهنيا اي المثلثين له مساحة أكبر إذا انتبه عندك هاي المثلثين هذا مثلث وهذا مثلث يقول ايهما أكبر اي المثلثين مساحته أكبر احنا ما نطق نعف إذا ما نطبق القانون على اثنين يعني على هذا المثلث وعلى هذا المثلث فانا اكتب مساحة المثلث الأول هاي مساحة المثلث الأول يساوينا نصف في القاعدة في إيش؟ في الارتفاع النزل نصف في القاعدة من أ خده نقلنا أي ضلع من أضلاع المثلث هذا يعتبر قاعدة حسب شكل المثلث ينتين هو بما أنه يشكل لك زاوية قائمة إذن هاي نعتبر قاعدة لكن الارتفاع العامد النازل من رأس المثلث إلى قاعدتي هذا يعتبر الارتفاع هذا يقابل لك رقم أشقد رقم أربعة سنتيمتر إذا تنتبه على هذا الرسم إذا هذا الخط و هذا الخططين لا تنتساوي فهذا أربعة إذن هذا أيضاً سيكون أربعة للمتوازي فأيضاً أنا وجدت لعفو الارتفاع القاعدة القاعدة عندنا عشرة على 2 بيئة واحد وهي بيئة خمسة خمسة فيها أربعة ينطين عشرين سنتيمتر تربيع هاي مساحة المثلث الأول المثلث الثاني هم نكتب نفس القانون أيضاً نكتب مساحة المثلث الثاني عندك أيضاً هذا المثلث إذا تنتبه علينا وين القاعدة وين الارتفاع حاول اديو الرسم حتى تتوضح لك القاعدة هاي رح تكون القاعدة لين عبارة عن إيش عن زاوية قائمة والعامود النازل من رأس المثلث إلى قاعدتي هذا يوحي يعتبر الارتفاع إذن الثلاثة هي الارتفاع والأربعة هي القاعدة فبحيث تكون نفس القاعدة أيضاً مساحة المثلث في القاعدة في الاعتباع يعني نصف في القاعدة هي أربعة في ثلاثة هاي بها واحد وهي بها ثنين ثنين في ثلاثة ينطينا ستة سنتيمتر تربيع فهي ما الأكبر مساحة المثلث الأول أم مساحة المثلث الثاني إحنا من الرسم نظرياً نقول هو مساحة المثلث الأول المثلث الايش الأول اللي إحنا طلعناه لكن هو كان عيطلب من عندنا أنه نوجد القانون فأنا أكتب القانون وطلع فأنتم أيضاً ستكتبون القانون وتكتبون التطبيق بالبيت يعني هذا لازم ينكتب التطبيق وتكتبون مساحة المثلث الأول هي الأكبر رقم 18 مثلث طول قاعدته 16 سنتيمتر وارتفاع مثلي طوله احسب مثلي طوله احسب مساحته وواش هيطلب من عندك؟ يطلب منك مساحة المثلث فأنت تكتب نقول معطيات مساحة المثلث مجهولة طول قاعدته يعني اش قد طول القاعدة ما عارتو؟ ممكن أعطاني طول القاعدة ساوينا 16 سنتيمتر ارتفاعه مثلي طوله تذكر أنا قبل فترة أعطينا هاي الكلمات مثلي والنصف والضعف أش تمثلك كلمة مثلي؟ المثلي معناته الضعف يعني مثل يعني مثلا انت عندك 6 مثلي 6 يعني مرتين 6 6 6 اش ينطيك 12 يعني تقريبا او نقول 6 في 2 هالشكل حتى تنطينا 12 فالارتفاع اذا تنتبه على هالكلمة تستفاد من كلمة مثلي مثلي طوله مثلي طوله ايش يعني مثلي طول القاعدة فاذا كان عندك هاي 16 مثلي 16 يعني مرتين 16 حتى تنطيك انت الارتفاع اذا بها الحالة انا راح اجي اقول 16 الطيق تقول 16 زائل 16 الطيق تقول 16 في 2 معناته مرتين يعني ضعف ال16 اش قد ينطيني 2 في 6 12 2 في 1 2 1 3 يعني ينطيني 32 سنتيمتر فانا بها الحالة وجدت طول القاعدة والارتفاع الساطيق اطلع المثلث بس انتبه لي على كلمة المثلي والحالة احيكون بهذه الطريقة ايضا نكتب مساحة المثلث اشي ساوينا نصف في القاعدة في ايش في الارتفاع طبعا هذا القانون احنا ما ننسانه ننزل النصف في القاعدة اش قد عندنا 16 يعني تاخذ هذا الرقم الارتفاع الارتفاع اش قد طلعته طلعت 32 اذا تستفاد من 32 على ثين بي واحد وهاي بي ثمانية ونضرب ضرب اعتيالي مرة ثمانية مع الاثنين ومرة ثمانية مع الاثنين ثمانية في ثلاثة ثمانية في ثلاثة ثمانية في ثلاثة اربع عشرين وواحد نطينة خمسة وعشرين سانتيمتر تربيع هذه هي مساحة المثلث الى هنا نكون انتهينا من حل اسئلة 172 وان شاء الله رح ناخذ ايضا وحدات الكتل المترية درسنا الرابع رح يكون وحدات الكتل المترية فكرة هذا الدرس نتعرف على وحدات الكتلة اش معنات الكتل الكتل يعني الاوزان يعني اسحنا اذا موح على بايع مثلا الخضروات او بايع الفواكه باش يقيسنا هل يقيس بالمتر يعني مثلا يقيسنا بالميزور احنا نقل عليها يعني مثلا هاي الفيتا العفوف او يقيسنا بالميزان لا طبعا غح يقيس بالميزان فوحدة الكتل المترية وحدة الكتل الكتلة يعني احنا قلنا وزن وحدات الكتل مثل ما اخذنا قياس الطول اللي تذكرون الكف اللي احنا رسلناه بحيث كيلومتر متر وهذا ديسيمتر سانتيمتر ميلي متر وكل واحدة اشقد بيناتهم فكذلك ايضا وحدات الكتر المترية هاي غا حمثلة بالوحدات وحدات الكتر المترية هي عبارة عن طن اذا الكتر المترية اكبر وحدة بيها هي الطن والطن تنقلك خمولات كلش كبيرة يعني مثل عندك نغيد ننقل مثلا دقيق او طحين تغيد ننقل الطحين من ننقل المخازن الى الوكلاء الوكلاء هي المواد الغذائية بها الحالة بيش تنقل انت رح تنقلي مثلا يعني قوني بوني او كيلو كيلو لا طبعا احنا غاح ننقل بالحمولات الكبيرة يعني بالشاحنات تنقل بالطن فالطن يعتبر هو الوحدة الكبيرة للكتر المترية بعد الطن من يجينا اقل من الطن غاح يجينا الكيلوغرام فاطلب من الطلاب ان يحفظون هاي الوحدات بعد الكيلوغرام مش ينطينا ينطينا لغرام اذا هاي ثلاث وحدات للوزن هاي غاح نستفاد منه مثل ما اخذنا المتر والكيلو متر والدسي متر كل واحد اشقد يساوينا فكذلك ايضا رح نجع الطن والكيلوغرام فانا اذا ارسل مثلا عندي ايضا غاح اعمل كف للوحدات المترية او الكتر المترية حتى السيطرون علينا فاذا انتبه على الكف عندي للوحدات الكتر المترية واحستخدم بس فقط هاي الاصبعين يعني بس فقط هذا الاصبع او هذا الاصبع نريد ان نحول من واحدة كبيرة الى واحدة صغيرة من الطن الى الكيلوغرام اشقد اكم مسافة بين الطن وبين الكيلوغرام اذا طيقت قيسها 0.000 كيلوغرام كل واحدة اصبع ايضا جلي أيضا كل واحدة كان还是 قد يساوي لا نحول من واحدة كيلوغرام لا نحول من واحد ك Bolsonaro فانان ق controllي و皆 absolute تنقس هكذا كل كل جرام ومن الف ايضا اكوا الف فهيضا نحاول تحفو ساوية الف ايضا ستنقسم في هذه الحالة أنا أكون نطبق هذه العلاقات ونطبق هذه الأوزان على التمارين ونطلع الأرقام أمثلة رقم واحد احسب كتلة الدب القطبي بالغرام يعني في فقرة أتعلم كنعطانا يبلغ كتلة ذكر الدب القطبي حوالي 600 كيلوغرام كم تبلغ كتلته بالغرامات يغيده بالغرامات وكنعطانا هو بالكيلوغرام نحن يغيده بالغرامات فأنا بهاي الحالة كنعطاني 600 كيلوغرام استفاد منه أكتب 600 كيلوغرام هاي وزن الدب القطبي ذكر الدب القطبي ويغيد كتلته بالغرامات بالإيش يغيده بالغرامات يعني حول من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة قلنا من كبير إلى صغير لازم اش نعمل لازم يقوم بعملية الضرب بس قبل ما يقوم بعملية الضرب احنا نعوى في الكيلوغرام إلى الغرام أشقد 6 ألف معنات أنا هاي 600 باش أضربها سقح نضربها فيه ألف لانت قطينا من الكيلوغرام للغرام هذا ألف مسافة أشقد ألف إذن تنزل كم صفر واحد نعم ثلاثة أربعة خمسة فتكتب ستة في واحد ستة وهكذا فتكون أنت حددت وزن الدب القطبي بالغرامات إذن أيضا نذهب إلى الشكل الآخر عندنا الشكل المجاور يبين النيزق الذي انفجر في الجو نعرف النيزق هو باعتبار ظاهرة طبيعية فتنزل من السقوط من السماء فهذا النيزق انفجر في الجو قبل سقوطه على جنوب الأورال للروسي سنة 2013 ميلادية والذي بلغت كتلته حوالي طبعا عندك تعد الأصفار واحدين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يعني عشر ملايين كيلوغرام ما كتلته بالطن انتبه ولكن عطاك هو بالكيلوغرام يريد تحولها إلى طن بهاي الحالة انا اذا اجي رح يكون عندي كتلة هذا النيزق بالطن رح حوله إلى كيلوغرام اشقد عندنا ستعدنا عشرة ملايين باعتبار سبعة صفار عشرة ملايين بس هي بالايش كنعطاك بالكيلوغرام زي نحول هي إلى طن ستنتقدتي انه مننحول من واحدة صغيرة السحاليا إلى كبيرة لازم اش نعمل انقسم فانا ايضا نرجع على هذا الكف اللي احنا اخذنا وبين الطن وبين الكيلوغرام اشقد مسافة الف فاذا انت تقسم على الف اما ستطلع من الاصابع اللي انت اخذت وعطت اي انا عشرة ملايين هلاشقد على الف نحن في الصفار اشقد اذا عندي اذا عندي عشرة آلاف اذا يلطيني كتلة النيزق تساوي انه عشرة آلاف طن وبهاكد احنا نكون حولنا من واحدة كبيرة الى صغيرة ومن صغيرة الى كبيرة في فقرة اتأكد اكمل الجمال الات مثل ما قلنا منو بد نحول من غرام الى كيلوغرام غح نقسم معنى انه نقسم هالخمس تالك على اشقد ست على الف رح دف لصفار يظل عندك خمسة نجي رقم اثنين عندك من غح تحول من كيلوغرام الى غرام غح تضرب لان باعتبار الكيلو اكبر من الغرام رح تضرب 6 في أشقد 6 في ألف يعني ينطيك 6 الى ثلاثة طن طي تتحول الى كيلوغرام انت ميتحول من وحدة كبيرة الى صغيرة اش تعمل ستحنا نقوم حول الى طن ستمن نحول من وحدة كبيرة الى وحدة صغيرة يعني احنا هنقوم بعملية القسمة زين تقسم لي على شقد 6 على ألف ليش لان باعتبار الكيلوغرام او طن يساوي لنا ألف كيلوغرام في ينطيك 8 طن رقم خمسة عندك 15 1600 غرام حول الى كيلوغرام ايضا هنحول من غرام الى كيلوغرام من واحدة كبيرة الى صغيرة لازم نقسم فأنا اجي غح اقسم 6 على شقد اقسم وغح نقسم على ألف احذف صفر غح يظل عندك 156 على عشرة واذا تذكرون احنا اخذنا الكسور العشرية يعني انا من اغيد هذا اعمله على عشرة اذا تذكرون كنا نعمل هالشكل الستة شو تقابلك تقابل الصفر فتنزل انت الستة هاي الستة صعود بالعشرات هذا خط الكسر اش يسيه يسيه فارجة وتنزل انت ال 15 يعني يسيه 15 على الصحيح وستة كيلورام واذا ما تعرف تحاول تقسم قسمة طويلة يعني يسيه بهاي الطريقة 156 قسم لي على 10 15 كم 10 ما يسيه ناخذ الاشقد يسيه لم يسيه لا ستو شو ما يسيه بها اشقد بها 1 1 10 10 نزل 5 اذا نزل الستة 56 كم 10 بها 5 5 10 50 اشقد عندك 6 6 كم 10 6 ما يسيه وكن نعمل نخلي فارزة واشو خلي صفر حتى تكبر القيمة لان الفارزة تعوض لك عن ايش الصفر مقدار الفارزة هي صفر 60 كم عشرة بها 6 6 ينطيك 60 رشع ايو ما الاسهل هاي الطريقة الاولى ام الطريقة الثانية والطريقتين صحيحة طريقة الاولى هاي 6 قابلت لك الصفر فنزلت 6 قلبت الخط الى فارزة واللي بقى من العدد نزلتونه واعتبار عدد صحيح رقم 6 6750 كيلوغرام حول لي الى اغرام ستحنا وانا وانا نضرب 6750 نضربه في اشقاد في الف طبعا انت مغا تضرب في الف اشكو صفار كلها تنزل بحيث يكون عندك اقضى عدد وانا تضرب في اشقاد في الف على اعتبار ان الكيلوغرام يساوي لنا الف اغرام نزل الصفار واضرب واحد في خمسة رقم 7 اضع احد الرموز اكبر او اصغر او يساوي لتصبح عبارة مما يأتي صحيحة اذا كان عندك رقم 7 عندك 5300 ورام يساوي نتاتا كيلوغرام زين تمام انا معه فخلي صح له خطأ اذا ما احل بيدي فانت بهذه الحالة لازم تنتبه من يقل لك صح وخطأ او عمل لي اكبر واصغر وتشعل عبارة صحيحة او لا ما انطق تخلي ايه صح او خطأ او اكبر او اصغر ما انطق نضع هاي العبارة اذا ما انحل بيدينا فلازم تحل اذا الرقم 7 5300 غرام حول لي الى اغيد اخشع هل اكبر او اصغر من 3 كيلوغرام اشقد اخلي بالفراء اخلي علامة اكبر علامة اصغر علامة يساوي ما نعرف فاحنا نجي انحل من نحول من وحدة صغيرة الى كبيرة ستشنع نقسم نقسم بهذا على الف دفص فار اشغل يظل عندك 53 على 10 ف53 على 10 حتى يساوي تكسر 20 فاشغل يساوي الى 3 تقابل منه تقابل الصفر وهاي الخمسة واحتنزل فاش يساوي يساوي 5 عضا صحيح و3 من 10 5 عضا صحيح و3 من 10 وجدت الحل مع الغرامات نزل الدائرة ونزل عندك ل3 تعال قارن احنا من نجي نقارن تذكر المقارنة مالتنا من نجي نقارن ونقارن بالبداية العدد الصحيح يعني باعتبار هذا ما عنده فارزة حط له فارزة حتى لا يزعل ونخلي له فارزة واش يخلي له أخلي له صفر حتى نساوي ساوي المراتب وما نجي تعال على العدد الصحيح هوني عندك 3 مونيش عندك عند الخمسة منه الاكبر الخمسة لولي الثلاثة لاسة الخمسة اذا هذا اكبر اذا ترجع على رقمك الـ 53 وغرام وحيكون اكبر من الـ 3 كيلوغرام وبهاكي انت تكون وجدت الحل اكو طريقة اخرى ايضا همين اذا تضرب مثلا تضرب 3 في 3000 يعني تضرب هاي في 3000 حتى تجي في 1000 العفو يعني واحيسي عندك 3000 في 1000 6000 ايوما لك بغض 3000 لو الـ 5300 لا طبعا 5300 وحتكون اكبر فالطريقتين صحيحة يتحول بالتقسيم يتحول بالضرب رقم ثمانية هو كنعطعك رقمين كنقلك رقم ثمانية 2 كيلوغرام نتبع علي المسألة 400 غرام 2 كيلوغرام و400 غرام نكتبه بشكل صحيح حتى توضح امانكم و400 غرام وعندك دائرة وحنقارن بينه وبين منه قارن بينه وبين 4.5 غرام يعني 4.5 غرام زين ست هذا اشهر وحقارن اقارن الاثنين مع الـ 500 وقارن الـ 400 مع الـ 500 لا انت اول ما تجي تنتبه على هذا الرقم كخلع لك هو بالغرامات وبالكيلوغرامات يعني ليش اعملها شكلت جزء وهو كنجزء لك هو انت حاول تجمع من اثنين اتم تجمع للكيلو مع الغرامات يعني مثلا رحت على بائع قلت لأشقص مثلا البرتقال قلت لك كيلوين ونص مثلا يعني هذا صار كيلوين ونص يعني صار اعطاك ازيد من كيلوين او كيلوين و400 غرام او مثلا كيلوين و300 غرام فبهاي الحالة هو ما عايجزة هو عايقول كيلوين هاي الكيلوين نقعده على اليسار و400 غرام مكان ما تكتبوه بس خلي 400 فمن اجي يقرانه اقول 6 كيلوين و400 غرام كيلوين فانت من ذكرت كيلوين معنى احنا رح نستخدم الوحدة الكبيرة نقارنه بينه وبين منو بين 4500 غرام ايضا من نجي احنا نقارن احنا لازم نحول نحول من وحدة كبيرة الى وحدة صغيرة فاحاول هذا على الغرامات حتى انطقم سيطر عليه احاول هذا اضربه في 1000 واحنا ضربه في اشقد في 1000 باعتبار غحاوله على الغرامات فواحد نين ثلاثة اربعة خمسة وينزل 24 هذا صاغ الغرام لازم تتوحد الوحدات وهذه صاغ الغرام حتى تنطيق قارن ما تطيق قارن اذا ما توحد الوحدات ما تطيق قارن اذا ما توحد الوحدات تيجي ايه ما هو الاكبر هذا الرقم لو هذا الرقم اذا تنتبه علينا هذا الرقم كم صفر؟ صفرين وهذا الرقم 5000 كم صفرين اذا ولست هذا العدد اكبر لانتعده 1,2,3,4,5,6,7 هذا سبع مراتب هذا 4 مراتب فاذا هذا اكبر اذا هذا وحيكون هو الاكبر رقم 9 كنعطانا 3 طن وعطانا دائرة وكنعطاك 500 كيلوغرام و 2500 كيلوغرام زين انا اول ما اجي ادحق ست انا اشوى وحقارن اقارن 3 مع 500 و 3 مع 2500 لا احنا مثل ما قلنا من يطعي كيلوغرام وكيلوغرام هو كن جزاء فانت علاش الجزاء نحاول نجمع الالفين ونصف معه الالفين وخمسمية مع الخمسمية نجمعه ونحاول نطلع واحدة وهدي يعني ما حاجة عندنا كيلو بكيلو يعني باعتبار انت عندك انقل السلتين بالسلة الوحدة منهم اذا وزنت كيلو الفلتقار مثلا طلع عندك كيلوين وخمسمية والسلة الاخرى طلعت عندك خمسمية كيلوغرام في هالحال انت اشغح تعمل احتجد بس تجمع مجرد نجمع هذوي الاثنين حتى نطلع بسلة واحدة يعني نخليهم بسلي واحدة ما حاجة نخليهم كل واحدة بسلة في الفين وخمسمية مع الخمسمية اش ينطيك ايه انتكي ثلاثة الاف اذا اجمع الفين وخمسمية مع الخمسمية واح ينطيك ثلاثة الاف بعد ما جمعت هذا الرقم يعني منت الشهوني رقمين رأسا نجمعه وخلي يمم كيلوغرام نيجي عندك هاي الدائرة وعندك ثلاثة طن في هاي الحال احنا الوحدات لازم تتوحد احنا قلنا الوحدات لازم تتوحد يعني ماسي عندك طن بكيلوغرام اشوان انا غرح اقارن اذا ما كانت عندي الوحدات متساوية ما انا غرح احول هذا احنا نحوله الى طن او الطن حوله الى كيلوغرام حاول تعال على الضرب يعني دائما نحاول نحول الوحدة الكبيرة الى صغيرة نحول من كبير الى صغيرة حتى اش نعمل نضرب اشقد عندك طن ثلاثة فمن تتحوله الى كيلوغرام اضربه في الف 3000 6000 6000 وهنا اشقد عندك 3000 كيلوغرام فهذا اصبح كيلوغرام وهذا اصبح كيلوغرام ان انت من حولته حولته على ايش على كيلوغرام فهذه احسيه كيلوغرام 3000 كيلوغرام وهنا 6000 كيلوغرام اتنين اتمنى نفس القيمة اذا هتكون كمية متساوية ادنا رقم 10 700 كيلوغرام ب7 طن ايضا اول ما اجي احاول اوحد الوحدات ماطق اقارن اذا ما تكون الوحدات اثنين اتم بتشابه يعني اثنين اتم كيلوغرام اثنين اتم طن احنا مثل ما قلنا نحاول نحول من كبير الى صغير حتى نقوم بعملية الضرب فانا من اجي احاول اقول السبعة ضربه فيه الف سبعة فيه الف هاش تنطيني 7000 وهون طبعا ساشقد كيلوغرام وهون اشقد عندنا 700 اذا ايهما الاكبر 7000 اما 700 كيلوغرام لا ستة 7000 اذا السبعة طن اكبر من 700 كيلوغرام وبهكد احنا نكون حلينا هاي المسائل استيجي طاري بقلس مين عجيبين للألف نقلنا للألف مين عجيبه من الاصعب عمالتنا الطان يساوينا 1000 كيلوغرام او الكيلوغرام يساوينا 1000 كيلوغرام ادنا حل المسائل رقم اي داعش تحمل سيارة 2 طن من التمر العراقي 2 طن احسب حمولته بالكيلوغرام احنا كم كيلوغرام حمولة السيارة من التمر كيلوغرام وحنحسبها الحمولة بالكيلوغرام فهي 2 طن من التمر العراقي كم كيلوغراماً غح تحمل لي السيارة من التمر؟ ما نعف أشقد إحنا الكيلوغرام أحول من طن إلى كيلوغرام نعزم تتوحد الوحدات نضرب الاثنين في أشقد في ألف إذن ينطيني ألفين كيلوغرام نجي على رقم 12 قطار لنقل البضاية حمولته 12 ألف طن تبه على هاي احسب حمولته بالكيلوغرام احنا قلنا من نحول من طن إلى كيلوغرام مش نقوم بعملية إيش؟ بعملية الضرب معناتها أنت الـ 12 ألف تضربه في ألف كم صفر ساعة عندك 6 صفار 1 2 3 4 5 6 12 في واحد ينطيني 12 وهكي تطلع لي 12 مليون كيلوغرام مسألة رقم 13 لدى أمانة بعداد موقف لقياس حمولة المركبات على الخطوط السريعة فإذا كانت حمولة مركبة محملة بالمواد الإنشائية المواد الإنشائية هي عبارة عن إيش؟ يعني سمنت أو رمل أو حديدها يستخدموها للبناء أو يستخدموها لبناء الخطوط مثلا سكك الحديد أو إلى آخره فالمواد الإنشائية أشقد كانت حمولتها حمولة المركبة كانت 80 طن فما مقدار حمولتها إغيدة هو بالكيلوغرام بها الحالة أنا لازم أحول من طن إلى كيلوغرام من الحول من كبير إلى صغير قلناش نعمل نضرب نضرب لي 80 في 1000 إذن نطيني 80 ألف كيلوغرام وبهاكد إحنا نكون حلينا المساعد